اختراع كده جديد جبناه من اي كيه هو مش جديد هو احنا اللي جايبينه جديد يعني اسمه سبان تاد ايه سبان تاد ده عباره عن ايه هو كيس كافر كده زي الكياس اللي باية اللي بزي بلاك دي بيتحط فيها في الغالب الغدوم يعني وبعد كده بنشبط من النار هوا بتبقى بالشكل ده للتخزين انا كان عندي ديبس الشتوي اعيز احطه تحت السريب بس كنا بندور بقى على ستوريج تبقى حلو ما تبقاش تفحى عليه عشان تدخل ده تحت السريب اعتقد ان احنا امود واحد حطينا فيه حاجة بتاع مثلا ست جواكت وده التحدي بقى الجديد هنشوف الحاجات دي كلها هتدخل في كيس واحد ولا لا هنعد مع بعض بس هنعد اقول لكم ان هو ده في الوقت اللي احنا اشتريناه في شهر الخامسة 2021 هم ثلاثة بيجوا مع بعض بثمن تسعة وتسعين جليد فمقاسه هبقى اكتبقى مقاس سبعة وستين في مئة سنتي يعني بيقضي الارتفاع والمشي الارتفاع الطول والعرض خلونا كده نعد مع بعض احنا عايزين ندخل كم حاجة في الكيس ده هذه واحد اتنين لباتة واحد خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة حددوشر ثامنوشر تبتوشر ثبعتوشر ٥ عمستوشر ستشار سبعتوشر ١٪ ٹ٢ ٢٢٢٣ ٢٣٣ ٢٤٤ ٢٢٠ ي٢٠ ٢٣ ٢٠히 Veway你說 what the 23 قصيف Nan''s 23 سنأشه بعض هتخلون في البتعض أو للا ماذا؟ 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 يا ترى هدخوله ولا لا طبعا احنا بنعتمد هنا في سيست الحشر ماذا؟ هنشوف التحدي ده هنكسب فيه ولا ايه؟ مش هنكسب فيه بقى انه هيعمل بقى ايه؟ أريد ان تصحح للمعلومة وهو بس يا جماعة تصحح للمعلومة وما بيجيش ثلاثة وبيجي اتنين. وبيجي معاها الحاجات دي. دي بقى فايداتها ايه? طبعا احنا اعطنا كتير قوي عشان نكتشف الحاجات دي فايداتها ايه? انا هقولكوا دلوقتي دي فايداتها ايه. داخلها جدا. هيا دي بقى اللي بتعمل اللوق. بصراحة يعني مش عايزينك تتعب في اي حاجة. وبيبقى هنا فيه مكان عشان لو عايز تكتب فيه التاريخ انت حفظت الحاجة دي امتى? طبعا احنا اعطنا كتير جدا. عشان نعرف. احنا مفروض بنخط المكنسة هنا. نسحة بالهوا. احنا اعطنا كتير جدا. وده سبب اصلا احنا بنعمل الفيديو. ما كناش عارفين هي البتاعة دي بتتلف. ولا بندخل حاجة نلفها كده ولا ايه? هدفنا اكتشفنا. هي بس ايه? مش يوزر فراندي. مندخل كده. دي تخلعوها. وفيه حتة جلدة هنا. تخلعوها. معلومة برضو احب اقولها. احنا في نفضي الهوا. بس كل ما كنا بنسحب الهوا الكيس اللي متغلب فيه الجاكت ده كان بيتشفت معاه. فاحصد الحتة اللي تحت دي ما يبقاش فيها كيس. هي بقى بس فيها هدود. عشان تخلي الهوا كله ييجي نحية الاخرام دي. ويتشفت بالمكنسة. هنشفت دلوقتي. شايفين الكيس ده كله مقابر ازاي. هنشوف بقى لما هنسحب منه الهوا. يبقى عمل ازاي. لازم نحافز على الغفضة. ولازم نحافز على الجلدة اللي أنا على طول اين بضيعها. دي رمض في ادي الجلدة. تمام? نخليهم كده ازاي. طبعا هو شكل دلوقتي عاجبني. لكن هالي الحاجات دي هبوز الهدومة اللي لقى. هنعرف بقى ايه. الشتة الجاي. نعمل لكم فيديو بقى الشتة الجاي. ونشوف بقى ازا كان الحاجات دي بوزت ولا بقى. بص 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 ان شكل بتاعها عملت ازاي. بنرجع على الجلدة ما كانها. بتاع روك مرجعين دي. بس. شايفين بقى الحاجات بتبقى عملت ازاي. ولا كأنها ايه. اه حتة اه رنجم دخنة او اه. بس. وده بصراحة احنا دخلنا عصد القطعة اللي احنا قلناها مش فكر كانت كم واحد. اه. فبس اللي عايزة اقوله. ان الكسين دولت كده. اسمهم اه. سفان اه تاد. طبعا ده مش اعلان ممول. هو ياريت اصلا يبقى اعلان ممول يبقى معنا فلوسه اه. نعمل الحاجات دي. بس دي الحاجات احنا جايبينها بفلوسنا. بس دي الحاجات احنا جايبينها بفلوسنا. بس دي تسعة وتسعين جنيه. كسين. ينزلوا فقط السرير. ولا من شاف ولا من دي. شكرا. نشوفكوا فيديو تاني. موسيقى موسيقى تبلي سواريسا موسيقى موسيقى شكرا